السلام عليكم أخوتي ليديز هات يوتيوب برعد لفديو نديرها خفيف ضريف نرد فيها على الأخ عمر آديب نقوله بلّي هاد خدش هاد ونشط لفديو تا عوره ويترجى يترجى في بوتفليقة بش يحمي المصريين اللي راهم في الجزائر نفكرك من أسبوع أنت واحد كنت تقول اللهم نكد على الجزائريين كنت تدعد الحرب الإعلامية أنتم ما نختارعها اليوم ما أنتم ما تحصدون إلا ما زرعتهم اليوم وزرعتوا راكوا تحصدوا فيهم أقسموا بالله المجازر التي سوف تحدث في السودان أنتم الذي سيتكبد الخسائر هذه وحتكتب على ظهوركم لأن المصريين لسه الحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الأموات اللي توفوا تمانية جزائريين إحنا عندنا حتى الصور بتاع الأموات دول ما فيش حد حيكذب على أموات هذه ما تدخلش في العقل مش حتى حتدخل العقل إن إنسان يقول لك في أموات ما نكذبش في أمور زي دي اقسموا بالله أنتم من وصلنا لهذه الأمور أنتم من اللي وصلتوا راحكم وحتشوفوا القزائريين اللي راح يروحوا السودان مش القزائريين اللي راحوا مصر القزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال دول دكاترا أكثرهم مش من الطبقة الراقية دلوقتي مع وصول تذكرة إلى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح للسودان دول ما يعني إخاوتي الجزائريين ما يدواش من عند النقطة راح يروحوا ثالث المجتمع اللي ما يشتاغلش اللي ما تبكيش عليه يمه اللي أمو مش هتبكي عليه مش هتعيط عليه حيروح يتفرق وقالك مش عايزين كأس العالم عايزين نرقع أخوتنا اللي توفوا في مصر وحتشوفوا عمر أديب انا نبعت لك هاد الرسالة لك انت انت من سيتحمل هاد وصرا للخوتنا الجزائريين والحرب اللي وقعت دفعتني اني نقول انا ما نحبش نشم ريحة مصري ما نزيتش نسمع بالمصار واقع مصر نحيتها من الخارقة تا دماغي ما كاش مصر هاك نجحت في انك تكره إنسان جزائري كرهتو في ثمانيين مليون مصري فيهم إمام فيهم أستاذ فيهم دكتور فيهم صاحفي كرهتني فيهم قع وربي شاهد بلي انا بكنتا كرهتهم قع معليش اراك نجحت الناس راح يقولوا بلي انا مهبول انا مقود معليش ما يهمنيش وش درتو وش زرعتو راح تحصدو راح تحصدو واني نسمع دوكو كنت سمعو فلا فيديو ريتا سيتيساز يبكي بش تبكي راجل يحب لك عشان تبكي راجل وقولوا دي عوانتا وده كلام شوارع وكلام ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم ما هو إلا مقدمة لنهاية العلاقة الجزائرية المصرية مش عايزين مش عايزين مش عايزين علاقات دبلوماسية ضربتوا الفريق الوطني وكنا نتسطر على علاقات دبلوماسية قلنا دول اخواتنا ودول الشقة وبنتنا تاريخ اليوم اثبتتوا مننا انه ما فيش اخوة ما فيش تاريخ في حرب وحنا ان شاء الله حنقوم قدي الحرب وانا ما بحرد اي حد مش بحرد الشعب القزائري الشعب القزائري اصلا دخل دخل امر دماغه مش حينقس منها حاجه سلام عليكم